عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم الواحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والصراج المنير اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعض لازلنا مع أحسن القصص قصة يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم هذا القصص الذي احتوى كثيرا مما يحتاجه العبد في رقه والحر في حريته والصالح في صلاحه والأمين في أمانته والعفيف في عفته والراعي من ضمن الرعية والملك والمسؤول في رعايته لقومه وشعبه هذا كله تتضمنه قصة يوسف من أراد منها خيرا ومن أراد منها عبرة وعظة فلن يعدم أيا كان هذا الشخص وأيا كانت هذه عبرة أصول الحكم في قصة يوسف من أصول الحكم في قصة يوسف رؤية الملك وتعبير يوسف لهذه الرؤية وأخذ كل الاحتياطات اللازمة لتثبيت عرش الملك بحسن رعايته لشعبه وقيامه على ما يصلحه هكذا الملوك هكذا الرؤساء هكذا المسؤولون يصهرون على راحة شعوبهم لا يفرقون بينهم بل لا يشبعون إذا جاع شعبهم ولا يهنؤون إذا حزن شعبهم ولا يرتاحون إذا تعب شعبهم بل هم دائما يقلقون ويتألمون لآلام وقلق شعوبهم وشر الرعاء الحطمة الذي يحكم شعبه بالحديد والنار والظلم والاستبداد لا يهتم لمريضهم ولا يهتم لجراحاتهم ولا يتألم لآلامهم ولا يجوع لجوعهم شر الرعاء الحطمة هذا الملك كان في زمن توسط أزمنة الفراعنة في حكمهم لمصر هذا الملك ينتمي للكنعانيين اللي بنسميهم في التاريخ الهكسوس حينما جاءوا إلى مصر وظلوا حوالي أربعمائة سنة يحكمون مصر في وقت دعف في الدولة الفرعونية أو الأسر الفرعونية التي كانت تحكم مصر هذه الفترة ربعمائة سنة دول تقريبا من سنة ألف وتسعمائة قبل الميلاد إلى ألف وخمسمائة قبل الميلاد هذه الفترة التي كان فيها الملك وكان الكنعانيون أو الهكسوس هم الذين يحكمون مصر يوسف عليه السلام جولبا لمصر في هذا الوقت في وقت حكم هؤلاء الملوك وهذا يدلك دلالة عظيمة على أن القرآن من لدن حكيم خبير وعلى أن القرآن وحي الله تبارك وتعالى فلو أنك تصفحت كتب اليهود التوراة لوجدتهم يتحدثون عن من يملك مصر وقت وجود يوسف فيها على أنه فرعون من الفراعين والحقيقة أن هذه الفترة لم يكن يحكمها الفراعين بل كانوا أضعف ما يكون وتدمرت دولتهم شذر مذر وكان للكنعانيين كلمة في مصر والهكسوس كلمة في مصر فحكموا مصر حوالي أربعمائة سنة لذلك عبر الله تبارك وتعالى عن حاكم مصر بالملك في حين أنه عبر عن حاكم مصر في عهد موسى عليه السلام بالفرعون فهذا ملك وهذا فرعون وهذا يدل على صدق القرآن الكريم ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مصر وما قرأ تاريخ مصر وما عرف ما كان يسمى حاكم مصر مصر في هذا الوقت ولا في ذاك الوقت إنما القرآن أعلمه إنما ربه تبارك وتعالى أخبره هذه يعني لفتة بسيطة كان يجب أن نهتم بها لماذا؟ في الحقبة التي وجد فيها يوسف كان يسمى حاكم مصر بالملك وفي الحقبة التي وجد فيها موسى كان يسمى بالفرعون هذا الحاكم أو هذا الملك نام في ليلة فإذا به يرى رؤية عجب يرى سبع بقرات سمان ممتلئة تأكل من خشاش الأرض وتسرح على زرعها وإذا بسبع بقرات عجاف يأتين من قبل صحراء أو من قبل أرض جرداء فيهجمنا على هذه السبع السمان فيأكلناها سبع بقرات عجاف يأكلنا سبعا سمان العقل بيقول إن البقرة الممتلئة القوية هي التي تأكل العجفاء المريضة لا ده كان شيء مقلق للملك إزاي بقرة عجفاء تأكل بقرة سمينة الأعجب من ذلك يجد أو يرى في منامه سبع سنابل ممتلئة بالحب خضراء زاهية تتمايل فخرا بما تحمل من الحب وإذا بسبع سنابل عجاف منكسرة لا حب فيها تلتف على هذه السبع السبع الممتلئة فتأكلها وتقضي عليها سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر يأكلهن سبع عجاف ما هذا إيه الموضوع بالزبط ده الملك رأى هذه الرؤية مرة واثنتين وثلاث فزع فزع الملك فجمع الملأ الملأ هم جلساء الملك سواء كانوا من حكماء رعيته أو وزرائه أو مستشاريه المقربون منه طرح عليهم المسألة قال إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤية تعبرون سماها رؤية لأنه كان يراها وكأنها رأي عين ويقوم منها قلقا ومتعلقة بذهنه ويفكر فيها طيلة يومه وكلما نام رآها كلما نام رآها لكن الملأ على الرغم أنه كان أهل مصر في هذا الوقت كثير منهم له دراية بتأويل الأحلام والرؤى إلا أنهم استغربوا هذه الرؤية أو خشي البعض منهم أن يقول له تأويل الرؤية على وجهها الصحيح فيكون في ذلك تنغيصا على الملك وتشاؤما بأيام حكمه قيل هذا والحقيقة أن الملأ لم يعرفوا تأويل هذه الرؤية لم يعرفوه ولذلك قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين والضغف هو الشيء المجتمع بعضه على بعض لا يعرف له حقيقة ولا يعرف له أول من آخر ولا يعرف له اسم ولا سمت ولا شكل يعني حاجة كده مكركبة على بعضها ما لهاش أي معنى ولا أي شكل ولا أي اسم ولا شيء أضغاث أضغاثه أحلام أي أن مثل هذه الأحلام من الأضغاث أو هذا الحلم من الأحلام التي تعتبر من أضغاث الشياطين أو من آثار النفس المنهكة المجهدة طيلة اليوم والإلسان ممكن يشوف شوية أحلام كده من لعبك في بعضها ما يعرف لاش لها تأويل ولا شكل ولا يعرف يميز الأشخاص ولا يميز ما قيل في هذه الأحلام في هذه الأثناء حينما كان الملك منزعجا بما رأى من رؤياه ويقولها لملائه والملأ يقولون أضغاث أحلام اتذكر ساق الملك ساق الملك الذي كان في السجن مع يوسف وقال إني أراني أعصر خمرا وإذا بيوسف يؤول له الرؤية أنه سيبرأ من التهمة التي اتهم بها وهي وضع السم للملك في شرابه وأنه سيخرج من السجن وقال له إن خرجت لا تنساني أن تذكر مظلمتي عند الملك وقال للذي ظن أنه ناج منهما وادكر بعد أمة أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين الساقي دخل بالشراب يوزعه على جلساء وندماء الملك وعلى الملك فإذا به يسمع الملك يقص رؤياه وهو منزعج وإذا بالساق يقول للملك حينما قال له الملأ أضغف أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين لا تقلق أيها الملك إنما هذه أضغاف لا تلتفت إليها لا يضرك شيء إذا بالساقي يقول أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون أنا أنبئكم بتأويل هذا الحلم أنبئكم بتأويل هذه الرؤية على الوجه الصحيح بصورة تنبهرون من هذا التأويل هتجيب منين التأويل ده أيها الساقي قال أرسلوني إلى السجن وكان السجن دف بصير أرسلوني إلى السجن فإن في السجن رجل صالح رجل صادق يؤول الرؤى تأويلا تقع وفق تأويله أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون أي فأرسلوني إلى السجن لأقابل هذا الرجل الصادق الأمين وذهب الساقي إلى السجن ودخل على يوسف وابتدأ الكلام مباشرة يوسف أيها الصديق لم يقدم بين يديه أنه ناسي قصة يوسف وأنه قال له قل للملك يليتك تذكرني عند الملك وأن لي مظلمة وأني سجنت ظلما لم يذكر هذا ولم يتأسف له في الظاهر ظاهر القصة كده ويوسف عليه السلام عامله بالكرم والجود والعز ورفعة النفس وعدم الظل لإنسان فلم يذكر له أنه قال له ألا تذكر أنني يعني طلبت منك كذا وكذا عملت مع الملك لم يذكر له هذا بل أجابه على سؤاله على وجه حسن قال يوسف أيها الصديق أفتن في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر من تحويه هذه الرؤية يوسف عليه السلام لم يتوقف ولم يتلك ولم يقصر في إصداء النصيحة على الرغم أنه مظلوم على الرغم أنه دخل السجن ظلما لكن هذه الرؤية لا تخص من سجنه ظلما فحسب ولا تخص من نسي شكواه فحسب إنما هذه الرؤية تخص أهل مصر بل كل رعاية المصريين فقد كان ملك مصر حينها يرعى من يسكنون الشام ويرعى من يسكنون السودان ويرعى من يسكنون سيناء ويرعى من يسكنون ليبيا كل هذه البقعة الكبيرة العريضة كان الملك حاكما عليها فهذه الرؤية تخص كل هؤلاء الناس فلم يتدخر يوسف عليه السلام وسعا في إصداء النصيحة على الوجه الأكمل وعلى الوجه الأحسن قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك أي من بعد هذه السبع التي تكثر فيها الزروع وتمتلئ فيها أدران الإبل والبقر وتكثر فيها الخيرات يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون تب الملك شاف سبعة وسبعة جبت منين يا يوسف هذه السنة قال بعض العلماء هذا هو المتبادر إن بعد متأتي السنين العجاف أكيد هيأتي بعد ذلك الرخاء وقد قال بعض العلماء إنما هذه علامة النبوة دلال من دلائل نبوة يوسف عليه السلام حيث علم أن السنة الخامسة عشر هي سنة بركة وعطاء ومنا من الله لدرجة إن الناس مش هتاكل وتشرب بس وتشبع لا ده كمان يعصرون يعني يعملوا عصاير كمان ويعيشوا في بغددة وطرف وهناء سبحان الله رجع الرسول إلى الملك رجع الساقي إلى الملك وأخبره بتأويل الرؤية انفرجت أسارير الملك واستغرب الملأ من هذا التأويل وأصر الملك على أن يقابل هذا المؤول فإن هذا المؤول لابد أن يكون عنده زيادة علم وفقه وتدبير فإن الرؤية لم يكن فيها ثم كيفية التغلب على أكل البقر البقرات العجاف البقرات السمان ولا كيفية مقابلة هذه السنابل الجافة في مقابل السنابل الممتلئة ما كانش فيها تعملوا إيه في الوقت ده يعني سيدنا يوسف قدم حلول للمشكلة المشكلة إيه إنها يأتي سبع سنين فيها بركة وعطاء وسبع سنين فيها جد مش ده التأويل سبعة وسبعة لكن هو قال لهم تعملوا إيه قال هذه السبع السمان سبع سنين فيها البركة اوعوا تكلوا كل ما تخرجه الأرض ولا ما تنتجه البقر لكن فلتخزنوا وتتدخروا من هذا كلوا واشربوا واتدخروا حتى إذا جاء السبع العجاف تأكلوا مما اتدخرتم إلا ما خزنتموا من أجل بذر الأرض لا لا الموضوع ده كبير قوي ده الموضوع مش موضوع رؤية وبأولها يوسف عليه السلام ده اقتصاد بلد ده اقتصاد إقليم كبير ده تدبير شؤون ناس من الممكن أن تموت جوعا إذا لم يكن عندهم علم بمثل هذه الرؤية إذا لم يكن عندهم علم بكيفية مقابلة ومواجهة الأزمات هناك في ناس لما يكون عندهم أزمة يقابلوا الأزمة بالرأس والطبل والزمر والفرح يقولك نلاهي الناس بالكلام ده عشان ما يحسوش بالأزمة حكام بيعملوا كده وفي حكام لما ربنا يديهم يوم يكوشوا على العطاء دوت ويحرموا شعبهم وفي حكام عقلاء أول شيء يعملوا إذا ما توقع أزمة أنها ستواجه البلاد والعباد أن يجمع المستشارين ويجمع أهل الخبرة وأهل الاختصاص ويعرض عليهم المشكلة ويناقش ويحاور حتى يأتي بالحل لهذه المشكلة ثم يكتهد في أن يوجد الفريق التنفيذي القادر على تحقيق ما أوصى به المستشارون من أجل مواجهة هذه المشكلة الأمر الثالث أنه يصارح شعبه ويقول الحقيقة ليس تخويفا وترهيبا للشعب ولكن لكي يحشد الشعب بأكمله من أجل مواجهة هذه المشكلة المشكلة دي قضاء ربنا مش كده برضو ربنا هو الذي يأتي بالماء والمطر ويجري الأنهار وينبت الزروع ويحيي الأرض من بعد مواتها ويكثر في الثروة الحيوانية وهو سبحانه وتعالى الذي يأتي بالجدب ويبالشدة ويمنع المطر ويجف بأمره الزرع والضرع سبحانه وتعالى هل إحنا مطالبين بإن إحنا نقابل القدر بالاستسلام لا لابد من مواجهة القدر بالدعاء وبالعمل وبالبذل وبالجهد بالمداومة بالعمل الدقوب زي ما سيدنا يوسف تزرعون سبع سنين دقبا عمل دقوب متوالي أصل هو خلي بالك الزارع ممكن يزرع الأرض سنة واتنين وثلاثة أمح وبعدين يزرع في الوسط مثلا بطاطا يزرع مثلا برسيم يزرع أي شيء آخر وبعدين يرجع يزرع أمح لا دقال لهم سبع سنين تزرعوهم دابا دائما سبع سنين تزرعوا أمح حبوب مما يخزن سواء كان قمحا وكان شعيرا أو غير ذلك أو أرزا أو غير ذلك مما يزرع ويخزن بالسنة والاثنين والثلاثة من أجل الأكل أو المتجرة أو غير ذلك يبقى الملك هنا راعى أصول الحكم أول أصل من أصول الحكم المشاور ولما تشاور ما تشاورش من تحب ومن يتعاطف معك شاور الناصح الأمين شاور أهل الاختصاص شاور أهل التقوى شاور أهل الإيمان شاور أهل الأمانة لأن هؤلاء سينصحونك ويشيرون عليك بما هو أفضل وبعد ما تشاور لابد أن تتخذ حكومة ووزراء ومعينين يستطيع تنفيذ ما أشار عليه أو أشار به هؤلاء المشاورون أمر الثالث لابد أن تطلع شعبك على حقيقة الأمر وأهمية المواجهة وأهمية التلاحم من أجل مواجهة هذه المشكلة ولازم يكون عندك عدالة اجتماعية ولازم يكون عندك أمانة في توزيع الثروة على الشعب حتى تستطيع أن تخرج بشعبك وتخرجه جميعاً من هذه الأزمة بسهولة ويسر خلينا نتكلم عن بعض الأزمات لربما تقابل بعض الدول مثلاً أزمة سد النهضة عندنا في مصر هذه الأزمة عاملة قلق شوية ولكن كل اللي بنعمله ربما يكون مشاورات من أجل تحويل خط السد أو تقليل كمية الماء اللي وراء السد أو إن كمية الماء أو الشكل الهندسي ده ما يحجسي الكمية الماء اللي جاي المصر إلى آخري هذا كلام جميل جداً وكلام مهم جداً إن إحنا نتشاور فيه ونحاول إن إحنا نمنع دولة أثيوبيا مثلاً إنها تحرم مصر من حلقها وحظها من الماء سواء بالقوانين الدولية سواء بالقوانين المحلية سواء ما اتفقنا عليه من عشرات السنين أو ما شبه ذلك لكن لابد أن يكون هناك خطة توضع بدقة ماذا سنصنع لو أن الماء أقل عن الكمية المطلوبة لو أن كمية الماء اللي جاي لمصر في النيل قلت عن عما تأتي كل عام هنعمل إيه هل نستطيع أن نستثمر ماء المطر الذي ينزل في الشتاء أو السيول التي تحدث مثلاً في الصعيد أو الأسكندرية أو سيناء أو كده هل نستطيع أن نستخدم المياه الجوفية هل نستطيع أن نهتم ب يعني إصلاح كثير مئات بل ملايين للأفدنة من الأراضي الغير مستصلحة من أجل أن نزرعها وكون عندنا رصيد في مثل هذه الأيام التي تكون فيها الشدائد هل نستطيع أن ننتج ماء بطريقة أو بأخرى بتحلية مياه البحر أو كذا أو كذا لابد أن توضع الخطط البديلة خلي ما فيه سد نعد لقدر الله حصل جفاف للنيل حصل انقطاع عن ماء المطر على هضبة أثيوبيا هضبة الحبشة ما بقاش يجري النيل كما كان يجري ماذا سنصنع لابد أن يكون عند القائمين على الحكم كثير من الخطط البديلة ويكون كامل الاستعداد موجود ويجب أن يطلع الشعب على حقيقة الأمر عشان الشعب يعمل على تقليل الاستهلاك وعلى ضبط الأمر ويحاول أن يشارك الحكام في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها هذا هو المطلوب هذا الذي صنعه الملك حينما جاءه الرسول أي جاءه الساقي وقال له تأويل الرؤية واحد اثنين ثلاث اربعة انبهر الملك على طول ألف الحال والتو ائتوني به هتولي الراجل اللي أول هذه الرؤية ائتوني بيوسف الصديق فلما جاءه الرسول لما رح بقى الساقي مرة أخرى لسيدنا يوسف وقال له الملك عايزك قال له لا الملك عايز يطلعك من السجن بقى ويقربك ليه قال له لا أنا لا أخرج هكذا لابد أن يتم إعادة التحقيق استئناف مرة أخرى للقضية بتاعتي إعادة التحقيق في قضيتي ولابد أن تعلن براءتي على الناس فأنا سجنت ظلما وعدوانا رجع الرسول إلى الملك وقال له إن يوسف يأبى أن يخرج من السجن إلا أن تعيد فتح قضيته وأن تعيد التحقيق مرة أخرى في هذه القضية على طول الملك بعث لعزيز مصر وقال إيه الموضوع مقليت سجن دوت إيه مشكلته وأتى بالنسوة قال ما خطبكن إذ راوتتن يوسف عن نفسه إيه اللي خلاك راوتت يوسف عن نفسه هل رأيتم فيه سوءا هل كان له تطلع إليكن لماذا راوتتن يوسف عن نفسه على طول كل النسوة قال قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء حاش لله يعني هذا الرجل مبرأ من السوء مبرأ أن يقع في مثل هذا قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حص حص الحق حص حص جاي من ظهر ظهورا واضحا جليا ولما يتكرر الحرف مرتين حص 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 الحق زلزلة طب طب بل بلى كل هذه الحرف حينما تتكرر تعني معناها الزيادة والشدة والمتابعة في الأمر ده فحص حص الحق يعني ظهر ظهورا واضحا جليا لخفاء فيه قالت الآن حص حص الحق انا راوتته عن نفسه اظن الاعتراف سيد الادلة واذا كانت امرأة العزيز بتقول انا راوتته عن نفسه يبقى قوله تبارك وتعالى ولقد همت به وهم بها هذا الهم لم يكن هم يعني ارادة الشهوة او الوقوع في المعصية او ما شبه ذلك هذا اعتراف من المرأة انه ما خطر بباله وما فكر في هذا الامر قبل ان اهم به ولا بعد ان هممت به قالت الآن حص حص الحق انا راوتته عن نفسه وانه لمن الصادقين في قوله ايه هي راودتني عن نفسي ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب المرأة العزيز بتقول كده عشان العزيز يعرف هي بتقول كده عشان العزيز يعرف ان انا مخنتوش ولا حصل مني خيانة ابدا هذا الذي هممت به مع يوسف لم يحدث الا مع يوسف فقط وهو قد استعصم بالله تبارك وتعالى ولم يفعل سوءا وانا لم افكر لا قبل ولا بعد ذلك في مثل هذا السوء ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين وما ابرئ نفسي ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور الرحيم اتعمل الاستئناف في القضية اتحقق من جديد في القضية اتحكم الحكم في القضية ان يوسف بريء يوسف امين يوسف صادق يوسف طاهر يوسف عفيف يوسف كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم يوسف عليه السلام نبي الله يوسف ايها الصديق هنا حينما ظهر الحق واعلنت القضية على الناس وعرف صدق وامانة يوسف عليه السلام وبرأته مما نسب اليه اخرج يوسف من السجن بكل كرامة وبكل عزة ارسل اليه مرة اخرى الرسول وقال الملك اؤتوني به استخلصه لنفسي ده مش بس هيخرجه من السجن بس ولا يعلن برأته على الناس لا ده هيبقى من خلصاء الملك اقرب واحد الى الملك وكلمة استخلصه لنفسي يعني يكون المستشار الخصوصي الامين كل ما يشير كل ما يشير به يوسف على الملك سينفذ سينفذ قال اأتوني به استخلصه لنفسي على طول راحت قوة وتشريفة الى السجن وجابه يوسف عليه السلام في ابها امام الناس والناس جميعا يهتفون ببراءته وادخل على الملك فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين مكين يعني ذو مكانة ذو مكانة عالية وامين اي مستأمن على كل ما تقول اي كل ما تقوله يا يوسف سيكون رهنة تنفيذ مباشرة فلما رأى يوسف الامر وعلم من خلال كلمات الملك وقلق الملأ وقلق شعب مصر والمصريين ومن حولهم من اهل الاقاليم والبلدان خوفهم من اثر هذه الرؤية عليهم ورأى يوسف عليه السلام ان من المصلحة اصداء المعروف للناس حتى وان كانوا قد اذوه يوما ما قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم اذا رأى الانسان من نفسه قدرة ومكنة على ايصال الخير للناس واصلاح شؤونهم يجوز له ان يتقدم او ان يقول انا استطيع ان افعل هذا او ان يرشح نفسه لانتخاب او ما شابه ذلك هكذا قال اهل العلم وبالذات اذا كان مراده ان ينفع الناس وان يقدم لهم ما فيه نفعهم دنيا واخرى وبالذات اذا كان له قدرة وله ملكة على انه ان وصل الى هذا المكان ان يبلغ الحق للناس يعني ما ينفعش فقط انه يرشح نفسه ولا يقعد في سدة الحب او ان يقوم بمسئوليات معينة ثم يسكت عن الحق وقول اكتفي ان انا بعمل الخير للناس والناس ايه هي لما هتشوفني كده انا كويس كده هي ايه هيطيعوني ويمشوا وراي لا لابد ان تبلغ الحق الى الخلق لابد ان تكون مثالا للناس في الصدق في الامانة في اداء الصلاة في مواقيتها في العطف على الفقير والمسكين في الصهر على حاجات الناس في البذل والعطاء اياك اياك ان تظن ان هذه المسئولية تشريف كرئاسة او نيابة او قضاء او مسئولية في اي مؤسسة من المؤسسات هذا ليس تشريف ده تكليف ستسأل يوم القيام عن كل من تحت يدك قال صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يؤمره الله تعالى على عشرة فما فوق ذلك الا جاء يوم القيامة ويده مغلول الى عنقه يفكه ما عدله او يوبقه جوره وظلمه اي واحد بمسئول عن عشرة فما فوق يعني لو كنت مثلا مسئول مؤسسة نظر مدرسة مدير عمل رئيس مجلس ادارة في مكان نائب في البرلمان قاضي في محكمة الى اخره رئيس لدولة امين عام لمؤسسة الى اخره انت مسئول عن كل من تحت يدك مسئول عن جائعهم وعن مريضهم وعن ضعيفهم وعن غنيهم وعن قويهم وعن كبيرهم وعن صغيرهم وعن سائلهم وعن يتيمهم مسئول عن راحتهم كما انت مسئول عن ما يصيبهم من الم انت مسئول تأتي يوم القيامة اي مسئول هيأتي يوم القيامة والكلبشات في ايديه وفي رجليه اي مسئول الكلبشات في ايديه ورجليه ويا ريت كده بس ده متوصل ايديه ورجليه كمان بسلاسل والسلاسل والاغلال في رقابته كده بكلبش من فوق ومن تحت سلم يا رب سلم ابتداء كده اه ابتداء قبل السؤال فلما يسأل وتعرض اعماله وتعرض ريادته وقيادته ومسئولياته على الرب جل وعلا ويتحقق انه كان عادلا في رعيته عند ذلك تفك السلاسل والاغلال اما اذا لم يتحقق انه كان عادلا وانه كان ظالما جهولا جائرا مستبدا في رعيته لن تفك هذه الاغلال بل سيدفع دفعا الى جهنم باغلاله او يوبقه ظلمه وجوره ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنع رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء سيدنا عمر بن الخطاب تخيل لما مات سيدنا عمر بن الخطاب بعد سنة من وفاته رأى احد اصحابه رؤية له في منامه رأى سيدنا عمر فبيقوله ماذا فعل ربك بك يا عمر ماذا فعل بك ربك يا عمر انت ميت بقى لك سنة ايه الاخبار هل انت في روضة من رياض الجنة هل انت في حفرة من حفر النار ماذا فعل ربك بك فقال له عمر الان فرغت من الحساب عمر العدل عمر الانصاف عمر الفاروق عمر الذي لم تشهد الدنيا حاكما مثله فرغ من محاسبته في القبر بعد سنة من وفاته تحاسب على ايه ده اه بابا وتحاسب زي ما انت هتتحاسب على فلوسك اللي في جيبك دي من اين اكتسبتها وفيما انفقتها زي ما هتتحاسب عن عمرك ماذا عملت فيه من الصالحات وغير ذلك زي ما هتتحاسب عن علمك ماذا عملت بما علمت زي ما هتتحاسب على شبابك فيما قبليته الحاكم هيتحاسب هل عدل في حكمه هل عدل في رعيته هل قام بواجبه في بسط العدل والراحة والرحمة بين عباد الله تبارك وتعالى ام انه اهتم بابهته وصولجانه واستبداده ام انه غفل عن حاجة الامة ام غرقت امته في الجوع والعطش والفقر والمجار والظلمة ماذا صنعت في امتك الملك قال لسيدنا يوسف انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم على طول سيدنا يوسف بدأ الشغل واول ما خد مسئولية مصر وقيادة وزرائها والمجلس التنفيذي اللي هيقود المرحلة الخطيرة جدا الخمستاشر سنة دول على طول بنى الصوامع وجيش الشعب كله في زراعة الارض الزراعية وكان يجمع المحصول من الناس ويبقه في سنابله ويضعه في هذه الصوامع ويخزنه تخزينا جيدة تهوية ويبقه في سنابله حتى لا يأكله السوس ويصرف للناس زي ما بقولك زي بطاق همين كده كل واحد ياخد حمل بعير في السنة حمل بعير في السنة يأكل كل فرد يأكل حمل بعير في السنة يأكل منه حتى اذا منتها يروح في السنة التانية وكان يعمل تبادل تجاري يأخذ من الناس بعض المحاصيل اللي مش محتاجينها ويديهم الحبوب ويزرع الاراضي ويقيم المصانع ويقيم الصوامع وادى عمل في غاية الجمال والجودة سبع سنين يجمع والسبع سنين بدأ يوزع الطعام على الناس وبالعدل العدالة الاجتماعية يا اخوانا توزيع الفرع والعدالة الاجتماعية على الشعب هذا اهم عمل يقوم به الحاكم يتقل لها تبارك وتعالى لا تأكل انت في طبق من ذهب والشعب يأكل من الزبالة لا تأكل انت اشهد طعام والشعب يأكل طعاما مخلوطا بماء المجاري لا تأكل انت افضل الاطعمة واشهاها والشعب لا يجد ما يأكلها الملك ويوسف عليه السلام شارك الشعب حالة الرخاء وحالة الشدة فلما انتهت السبع سنين السمان ثم جاءت من بعدها السبع العجاف ثم جاءت من بعدها السنة التي يعصر الناس فيها ويكون فيها في حالة من الرخاء حدثت حوادث كثيرة منها اتيان اخوة يوسف وحاجتهم للطعام والشراب كما كان يحتاج بقية المصريين للطعام والشراب سنرى هذا ان شاء الله تبارك وتعالى في بقية القصة وكيف ان يوسف عليه السلام عامل اخوته بالاحسان وبالكرم الذي هو معهود عليه ان نراك من المحسنين يوسف من اول القصة لاخر القصة من المحسنين يوسف من اول القصة لاخر القصة من اهل الحلم يوسف من اول القصة لاخر القصة من اهل الكرم يوسف من اول القصة لاخر القصة من اهل الصبر يوسف من اول القصة لاخر القصة من اهل الدعوة يوسف من اول القصة لاخر القصة من اهل النصيحة يوسف من اول القصة لاخر القصة لا يشابه احد إلا نبي صلى الله على يوسف عليه الصلاة والسلام وعلى كل أنبياء الله وعلى كل الصالحين من المؤمنين الملك لما قرب يوسف عليه السلام انقطعت سيرة الملك هل مات الملك؟ لا كان موجود لكن سيرة يوسف ملأت الدنيا ملأت الدنيا لقد رأى أهل مصر من يوسف خيرا عجيبا وخلقا عظيما حتى قيل أن يوسف عليه السلام حرر أهل مصر حرر كل عبيد مصر فأصبح أهل مصر ينعمون بالحرية في زمن يوسف عليه السلام ينعمون بالاستقرار ينعمون بالأمن والأمان عشان كده نلاقي الكلمة العجيبة التي سجلت في القرآن الكريم حينما قال لأبيه وأمه وإخوته ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين هذه كلمة إنما قالها يوسف حينما عاش المصريون الأمان وعرفت مصر الأمان لم تكن شعارا يقال لكن عاش الناس الأمن والأمان والاستقرار شعر الجميع الكبار والصغار العبيد والأحرار شعروا بالأمن والأمان والاستقرار فلا يصح أن نقول ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين إلا أن نحقق الأمن والأمان للكبير والصغير وهذا لا يتحقق إلا بتطبيق شرع الله وإقامة العدل بين الناس وإقامة الحق بين الناس أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين وأن يحقن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وأن يعلمنا من كتابه وسنة نبيه ما يكون ذلك عونا وزادا لنا في الدنيا والأخرة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونله عشق القلوب وعشقه بين الجوانح دائما غلاب عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم الواحد الوهاب ترجمة نانسي قنقر